لؤلؤة الغرب مستغانم تستعد بريقها هذه السنة تخضيرات كبيرة بالتنسيق مع مختلف المديريات لإنجاح موسم الاصطياف وكذانية مسؤوليها على النهوض بهذا القطاع الهام بلد مستغانم على غير جميع بلدية الشاهلية للولاية راهي على كل حال على قدم الوصف لتهيئة المرافق منها تهيئة الكبرى لواجهة البحر اللي بادر بها سيد والي بمنطقة صالة منظر وكذلك فتح الشاطئين الجديدين شاطئ القنص وشاطئ العرية بالإضافة إلى الشواطئ الأخرى كشاطئ سيد بجزوب أو شاطئ شيلف واحد وشاطئ فتنين وشاطئ مطربة اللي راهي على كل حال على مستوىهم بمقص تهيئة وتجميل والإنارة تهيئة المساحة الخضراء إذن بلد مستغانم راهي واجزة 100% الاستخدام المصحفين في إطار التحذير لموسم الاستياف في 2024 ارتأت السلطات الولاية تستير برنامج خاص وذلك لتنظيف كافة الشواطئ عبر شريط الساحلي لولاية كافة الشواطئ عبر ولاية مستغانم هذه العملية شملت 54 شاطئ وتمثلت بتجنيد كافة الطاقات على المستوى المحلي لا سيما المؤسسة المحلية مستغانم نظيف مؤسسة مراكز الردم التقني البلديات واتبع بمساهمة الحركة الجمعوية فتح العديد من الشواطئ الجديدة وكذا تصدير برنامجا ثقافيا متنوع استعدادات على قدم وساق لاستقبال زوار المدينة على أحسن واجه فديد موسم استياف 2024 هو اقتراح وفتح 14 شاطئ مسموح لسباحة ليصل عدد الشواطئ إن شاء الله هذا الموسم إلى 59 شاطئ مسموح لسباحة حيث تم تخصيص مبلغ 32 مليار سنتيم لتهيئة وتجهيز هذه الشواطئ حتى تكون جاهزة مع التفتاح موسم استياف كذلك خصيصة مبلغ أخرى لتحسين الشواطئ القديمة من خلال تخصيص 5 ملايين سنتيم لتحسين شواطئ بلديات خضراء ولد بوغالم وبن عبد المالك رمضان بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 4.5 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لتحسين شاطئ سيدي منصور إذن تحت إشار سيدي والولاية المستغانة من السطرة قطاع الثقافة والثقافة للولاية مع حلول موسم الاستياف برنامج الثقافية والثنية الثالية يركز هذه المالة على بعض مهرجان الثقافية الجديدة تظاهرات نوية وزنة من بينها أيام الشيخ عن تدلس التي تظاهرات ستكون خلال شهر جويليا 21-22 من شهر جويليا القادم أيضا على مستوى الفضاءات العمومية والصحات والحدائق تطمح السلطات الولائية بمستغانم أن تكون صائفة 2024 مميزة لاستقبال الولاية قرابة 16 مليون مصطف كتوقعات في ظل تهيئة السلطات لجميع المرافق